وإن تحدثنا عن هذا المعهد معي ضيفي وضيفكم الدكتور عبد الرحمن السحباني مدير دارة المعارض والمتاحف في الهيئة الملكية لمحافظة العلاء دكتور عبد الرحمن أهلا بك في البداية نبارك لكم هذه الرؤية وهذه الانطلاقة الكريمة لكن لو تطرقنا إلى معهد الممالك معهد الممالك ما هي فكرته وإلى ماذا يهدف شكرا أخوي محمد على الاستضافة نعم جميعا اليوم نحتفل بإطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مدلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلاء للرؤية التصميمية لرحلة عبر الزمن وإطلاق معهد الممالك حقيقة معهد الممالك هو أحد مشاريع البنية التحتية الثقافية في محافظة العلاء والذي يعتبر منصة ثقافية لتبادل المعرفة وللدعم الإلهام والاستكشاف في محافظة العلاء معهد الممالك سيكون أحد المشاريع التي تساعد من وطيرة التسارع في الاستكشافات الأثرية في محافظة العلاء وما يدعم أيضا العلوم المساندة سيحتوي معهد الممالك على ثلاثة أجزاء رئيسية أجزاء الرئيسي أولا هو مركز الأبحاث والذي يدعم ويعتبر منصة وقبلة للباحثين والمختصين في عالم الآثار من جميع الحال العالم سيكون مكانا لعقد الورش ورش العمل والمؤتمرات العلمية والندوات حول الآثار في العلاء وفي منطقة الجزيرة العربية بأكملها أيضا سيحتوي على المعامل الفنية التي من شأنها مساعدة الباحثين ومختصي الآثار وهي المعامل التي متسمى العلوم المساندة لعلم الآثار والتي تساعد أيضا في تسريع وتيرة البحث والاكتشاف الآثري في محافظة العلاء والجزء الثالث المتحف وهو الذي سيكون فيه عرض القطع الأثرية التي تخرج من الاستكشافات الأثرية في العلاء إذن من يمكنه أن يستفيد أو من هو الذي سوف يكون له النصيب من هذا المعهد معهد الممالك يستفيد منها الجميع أولا المواطن وغير المواطن الإنسان المتخصص وغير المتخصص كما ذكرت هناك متحف أو معرض سيضم المقتنيات الأثرية والمكتشفات الأثرية التي تخرج من التنقيبات والمسوحات الأثرية في محافظة العلاء بإمكان أي شخص الدخول إلى هذه القاعة إلى هذا المعرض لرؤية رحلة عبر الزمن لرؤية التواجد البشري الموجود في محافظة العلا منذ فترات مغلة بالقدم وحتى الآن لرؤية أيضا مدى الثراء التاريخي والأثري الذي تكتنزه محافظة العلا من هم المختصون أو من سوف يعمل داخل هذا المعهد وهذا من اسمه هو معهد هل ستكون هناك قاعات علمية قاعات ثقافية للدراسة؟ بطبيعة الحال ستكون هناك العديد من القاعات فيما يخص المؤتمرات العلمية وعقد ورش العمل والدورات التدريبية هذا المعهد في جزئه الفني معهد المركز الأبحاث والمعامل سيكون مخصص لعلماء ومختصين الأثار من مختلف العالم معهد الممالك سيعزز من الشراكة المحلية والدولية والتي هي نهج من انتهجته الهيئة الملكية لمحافظة العلا شراكة مع أعرق الجامعات المحلية والدولية كذلك هذا يعني أن مثلا على سبيل المثال أبناء وبنات المملكة وخاصة لو تكلمنا على صعيد محافظة العلا من يريد مثلا أن يحصل على دراسة علمية أو أثارية أو يحصل على شهارة ما هل يستطيع الحصول عليها من معهد الممالك؟ معهد الممالك في البداية سيكون معهدا موجها أكثر للمتخصصين وسيمنح الدورات التدريبية كذلك لمن يرغب في هذه الدورات التدريبية المعهد سيكون أيضا فرصة وهي دعوة لأهل العلا وغير أهل العلا من المملكة العربية السعودية التخصص في هذه العلوم في علم الأثار والعلوم المساندة كون هذا المعهد سيحتاج إلى قدرة تشغيلية هائلة في المستقبل